النهاردة كان في مؤتمر عقادته هيئة المؤلفين والملحنين وكان مؤتمر صحفي عن تراث أم كلسوم الجمعية عملت دا تحت عنوان حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلسوم ورموز مصر اللي حصل خلال المؤتمر الجمعية عرضت بعض المستندات والوصائق الرسمية على من يزعم ملكياته لتراث أم كلسوم وهنا بيتكلموا عن المنتج محسن جابر المؤتمر حضروا مجموعة من الصحفيين وكان بينهم طبعا الدكتور متحة العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والنشرين والمستشار حسام لطفي أستاذ الملكة الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة وأستاذ نادية مبروك رئيس شركة صوت مصر وعضاء مجلس إدارة جمعية الملحنين والمؤلفين أستاذ محسن جابر طلع وقال فيه الكثير من الجرائد وسائل التواصل الاجتماعي أنه هو المعني بهذا الشأن فكان المفروض يكون موجود في الاجتماع لكن ما تمش دعوته وكان المفروض يكون موجود يرد على جمع الصحفيين لكن هو على لسانه قال أنه واضح أن القائمين مش عايزين هذه الدعوة علشان يخلوا لهم تخلوا لهم الأجواء ويتم نشر الأكاذيب خاصة وأننا قد حصلنا على أحكام نهائية تؤكد ملكياتنا لأغاني ومكلسوم وتابع الأستاذ محسن جابر قال أن الحكم اللي بتستخدمه شركة صوت القاهرة كدليل لها هو دليل ضدها لأن الحكم بيأكد ملكية شركة ستارز لهذه المقطوعات وده اللي صرحت به شركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح وقال أن العقد ده كمان تم فسخه واضح أنه الموضوع يعني فيه الكتير من التحركات